أهلا بحضرتكو القمة العربية اللي عقدت على مدار يومين في الجزائر كان يهتمام خاص لأن دي أول قمة عربية تعقد من ثلاث سنين بسبب كورونا وتم فيها مناشطة العديد من الملفات والقضايا العربية والإقليمية سيادة الرئيس عبد الفتاح سيسي ألقى كلمة إمبارح في منتهى الأهمية كفيها لأن إنعقاد القمة العربية هو في حد ذاته دعوة لاستلهام روح القومية العربية والحفاظ على هويتنا والدفاع عن حقوق الشعوب العربية دعونا ناخد قراءة سريعة عن أهم الملفات التي ذكرت في هذه القمة مع ضفنا دكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية بالأهرام يا دكتور صباح الخير فاني صباح الخير فاني يا أهلا بحضرتك في البداية سننكلم مع حضرتك عن الرسائل التي خرجت من كلمة سيادة الرئيس عبد الفتاح سيسي ألقى في القمة العربية أنا في اعتقاد طبعا القمة عقدت في توقيت مهم من حيث حجم التحديات طبعا بتواجه الأمة العربية يعنيها جاء في توقيت غير مسبوك أمام الأمة العربية التحديات الأزمة الروسية العالمية الأزمات العالمية استمرار يعني الله حسم في الصراعات العربية ولذلك انعقد القمة هو يعد إنجاز في حد ذاته لأنه بيعكس أنا فكرة الحفاظ على النظام العربي هذا النظام الإقليم العربي وهذا المنظومة العربية تعرضت لهذه ذات خلال العقد الصابق فيه معرفة بالثورات وهذه الأتكادم وحدث فيه يعني وجود دول الأزمات الداخلية صراعات حروب وبالتالي كان حرص مصر ودائما رؤية رئيس السيسي تنطلق من فكرة واضحة أن قوة العرب واجتماع العرب ووجود موقف عربي هذا من شأنه يعظم من المصالح العربي أن يعظم من فكرة التعامل العربي مع المتغيرات والتحديات لا يمكن لدولة عربية بانفرادها أن تواجه للتحديات سواء التحديات العالمية أزمات الغزاء الصراعات تدخلات الخارجية يعني هناك حالة من الاستقطاب الدولي الحد الآن كما نرى يعني بين أمريكا وروسيا أمريكا والصين وبالتالي وجود تجمع عربي كوة عربية تنصيق عربي هذا من شأنه طبعا أنه يعظم من المصالح العربي دي كتأول رسالة في القمة العربية وأكد عليها الرئيس السيسي الرسالة الثانية يفكرة وحدة الأمن العربي يعني قال الرئيس السيسي دائما أن الأمن العربي وحدة لا تجزة وأن أمن الخليج تهديد أمن الخليج تهديد لكل الدول العربية هي رسالة واضحة لرفض كل أشكال التدخلات الخارجية في المنطقة لأننا عما نعرف التدخلات كانت سلبية أدت إلى طرات أمد النزاعات الصراعات وبالتالي المنطقة العربية كانت نوع من الاهتزاز كانت منكشفة أمام القوى الإقليمية والقوى الدولية والتدخلات وبالتالي هنا الرسالة الثانية الانتقال بالعالم العربي من مرحولة المفعول به وتدخلات وصراعات وحروب وأزمات إلى مرحلة الفاعل بمعنى أن الفكرة المصرية كما أشهر رئيس السيسي مسار التنمية، التعاون بالاقتصاد العربي التعاون في مجالات مختلفة تعظيم الموارد العربية، الموارد البشرية، المزايا النسبية الاستثمارات المشتركة هنا في هذه النقطة مصر تقدم تجربة الاستلاح الاقتصادي المشروعات القوامية العملاقة التنمية بمفهومها الشامل والتنمية المستدامة والشامل هذا المصار التنموي يحقق عدة مزايا مزايا الأولى؟ طبعاً يعود بالنفع على المواطنين العرب وطبعاً المواطنين المصريين في القلب لأن هذا بيفتح حفاظ جديدة الأمر الثاني يعظم من المصلحة العربية ومستوى معاشة الشعوب العربية الأمر الثالث أنه بيجفف بيئة السراعات والطورات بيئة السراعات، بيئة الإرهاب، التطرف، الإرهاب، الهجر غير المشروعة هذا المصار التنموي الذي يسير في مصر وأكد عليه الرئيس السيسي يسير بالتوازي مع مصار تسوية الأزمات العربية وأنهاء حالة الله حسب في هذه الأزمات في سوريا، في ليبيا، في اليمن، في غيرها ولذلك كانت كلمة الرئيس السيسي دعم العراق، وحدات وسيادته دعم الحل السياسي في ليبيا وفكرة الحل الليبي الليبي الحفاظ على الدولة الليبية مستوى الشرعية رفض الدخولات الخارجية رفض كل أشكال ملشيات الترهيبات هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار أيضا دعم سوريا عودة سوريا للجامعة العربية دعم السودان الشقيق في تحدياته السياسية والاقتصادية دعم لبنان وبالتالي الرسالة الثانية فكرة التضامن العربي أن مصر كدولة رائدة في المنطقة هي معقول أشكاها العرب على المستوى الأمني في دعم الأمن العربي وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي وهذه كانت الرسالة مهمة المصار التنموي مع المصار السياسي بيسير مع فكرة التعامل مع المتغرات العالمية الآن هناك استقطاب حد وكما قال الرئيس السياسي له ارتدادات على المنطقة العربية وهذا الاستقطاب هنا وجود رؤية عربية وتنصيق عربي سيدفع باتجاه تقليل الأثار السلبية لهذه التحديات بالنحية وفي ذات الوقت يعظم المصالح العربية نتذكر في شهر يوليو عندما جاء الرئيس بايدن للمنطقة الشرق الأوسط واجتمع بيه القمة العربية الخليجية وقادة مصر والعراق والأردن وهذا الشهر يأتي الرئيس الصيني شيبينج إلى المنطقة لعقد القمة العربية الصينية ماذا يعني هذا؟ أن هناك تكالب أو هناك تنافس دولي على المنطقة الشرق الأوسط هنا الموقف العربي الموحد بيعظم من هذا التنافس لأن مصر تبنت نهج مهم وهو عبر عنه روسيسي فكرة الحاد الإيجابي بمعنى أن مصر تبني شراكات مع كل القوة لا تستبدو القوة بأخرى لا تنحازل قوة ضد قوة أخرى ولكن فكرة التوازن في العلاقات يعني تعظم المصالح مع أمريكا مع روسيا مع الصين مع كل القوة الكبرى في نظام الدول تعظيم اقتصادي سيجزب السمارات وبالنسبة للسمارات هذا المصار الرابع أيضا في السياسة الخارجية المصرية وفي رسال الرئيس السيس لو خدنا من كلام حضرتك في كلمة السياسة الخارجية المصرية وبرضو خدنا من كلام حضرتك أن هناك متغيرات بتحصل في العالم وبيحصل تغيير على الأرض الواقع احنا شايفين أنه طالما ما كانت القضية الفلسطينية على رأس قائمة أولويات مصر ودعم القضية الفلسطينية وده كان واضح جدا في كلام سيادة رئيس إمبارح احنا شفنا إزاي سيادة رئيس تناول هذا الموضوع يعني شوفي القضية الفلسطينية دعمها أحد سواب السياسة الخارجية المصرية يعني الرئيس السيس لا يترك محفل أو مؤتمر أو لقاء عربي أو دولي أو حتى في كل مكان وطبعا ويذكر ويدعم القضية الفلسطينية من عدة زوايا الزاوية الأولى دعم الشعب الفلسطين وحقوق المشروع في قامة دولات المستقلة حالة 67 وعلى سمطار الكدس الشرقية في إطار حالة دولتين الأمر الثاني الدعم المصر المتواصلة الدعم الاقتصادي والدعم السياسي للشعب الفلسطين ويعني شفاءين مدارة عمار غزة ودائما وتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطين الزاوية الثالثة فكرة التحقيق والوحدة الوطنية الفلسطينية والمصالحة الفلسطينية وبالورة موقف فلسطين الموحن ثم النقطة الرابعة هي الدفاع عن القضية الفلسطينية وحاجد الجهود الدولية في المؤتمرات لتحريك عملية السلام وقامة دولة فلسطينية وهنا الرئيس يسأكد على نقطة مهمة وهي فكرة المبادرة العربية أن العرب مع السلام السلام العادل والشامل الذي يؤدي إلى قامة دولة فلسطينية يجانب دولة إسرائيل وبالتالي هذا هو السبيل ودائما رسلس يقول نقطة مهمة فكرة أن القضية الفلسطينية قضية مركزية قضية العرب الأولى هي المفتاح للاستقرار في منطقة الشرق ماذا يعني أن غياب الحل الدائم والعادل لها ستظل المنطقة في حالة معدم استقرار وكل الأزمات الأخرى مرتبطة باستمرار غياب حل القضية الفلسطينية وبالتالي هذا الدور للمسر دور واضح ودور بارز أيضا في الملفات العربية الأخرى في ليبيا كنت بس عايزة أضيف حاجة بخصوة القضية الفلسطينية حتى ذكرت أنه كان فيه قمة عربية أمريكية وقريبا يكون فيه قمة عربية صينية كيف ينظر قادة الدول العظمى عندما يجدوا أن الموقف العربي موحد أن هناك توحد فيه الرؤى تجاه كافة القضايا وممكن إنعكاسات ده كمان على تغيير سياسة الدول الكبرى تجاه العديد من القضايا ولعل أبرزها طبعا القضية الفلسطينية شوف أستاذ شازده نقطة مهمة لأن العلاقات الدولية قائمة على فكرة المدرسة الواقعية يتعترف بلغة كلما يكون لك قوة اقتصادية وقوة سياسية وقوة المواقف هذا بتدفع وتجبر الآخرين على احترامك وعلى تغير مواقفك في ظل انقسام عربي وتشرزم عربي وتظل هذا يغري القوة الإقليمية والدولية إلى التدخل في المنطقة إلى ألا تتبنى وتتوائم على المواقف العربية وبالتالي دائما هذه هي لغة العلاقات الدولية الأمر الثاني الاقتصاد والذي يقول السياسة طالما أنت قوي اقتصاديا هناك دول متمسكة في مواقف هذا بيكبر كل الدول على تبني وعلى عدم الصدام وعلى أن يكونوا منحزين للمواقف العربي العرب لديهم المواقف العادية والشرعية في قضية الفلسطينية مثلا القانون الدولي كله في صلاح القضية الفلسطينية حتى في قضية كل القضايا وكان يغيب فكرة المواقف العربي القوي الذي يدفع الآخرين إلى أن يغيروا ويعدلوا من سياساتهم في هذه القضايا وبالتالي عندما يأتي القوة الكبرى الآن عندما ينظرون إلى أن هناك قوة عربية هناك تعاون عربي هناك اتحاد عربي يعني الرئيس سيسي قال نقطة مهمة قال أن التجارب الوحدوية الأخرى في العالم لم تكن لديها نفس القواصم التي بين الدول العربية ولكن قامت على المصلحة يعني فكرة القواصم من مشترك الدين واللغة والتاريخ والجرافية هي مزانس بها العالم العربي ومع ذلك لم يتم استثمار هذه المزايا في إيجاد تحاد تكتل عربي تكتل على مستوى السياسي على مستوى الاقتصادي هذا بيعظم المصالح العربية من ناحية ويذعى العرب على الخارطة العالمية في مكان بيستطيع من خلاله يعني الإدارة الفعالة للمتغيرات العالمية وبالتالي كانت الفكرة والهدف من هذه القمة وتحركات مصر ونربط بها تحركات الرئيس السيسي قبل القمة لأن شاهدنا في هذا العام والقبل اللقاءات والقمم السنائية والسلسية والربعية والخمسية اللقاء الأخ والخماس الأخير كانت تأتي دائما في أن مصر تهيي التربة العربية البيئة العربية لكي تكون في أقصر قابلية ونشاطة في مصار التنمية في مصار التنصيق السياسي توحيد الرؤى التعامل مع المتغيرات لأن حجم التحديات غير مسبوك المنطقة الآن في مرحلة فارقة إما أن يكون هناك التحاول عربي وتنصيق عربي في مجاة أزمات الغزاء في مجاة إطفاء الصراعات والحروب في مجاة الإرهاب في مجاة التطرف في مقول كل هذه الأزمات وإما أن الخسارة ستطل الجميع لأن هناك رفدات سلبية خلينا نأخذ من كلام حضرتك ونقول ليس فقط أزمات الغذاء يعني إحنا عندنا مشكلة الأمن المائي ممكن تكون بتواجه المنطقة العربية في الفترة أقادمة متمثلة في العديد من الأشياء ولو بصنا عليها أقربها إلينا في مصر الأسد الأثيوبي تطرق الرئيس عبد الفتاح السيسي لقضية أسد الأثيوبي بالأمس كانت محاولة محاولة توسيع النطاق أو توسيع الفكرة للفة النظر للأمن المائي العربي بصفة عامة وهي كانت برضو دعوة للأشقاء العرب لدعم القضية المصرية أو لدعم موقف مصر من جهة هذه القضية بالطبع أولا الأمن المائي الآن أصبح ركن أساسي مثل الأمن الجزائي من الأمن القوم العربي والأمن القومancies الرؤية المصريية عندنا يتعلق بالأمن المائي أو لن تنطلق أن مصر كدول العربية تعاني من الفكر المائي وهي طبعا يعوامل كثيرة مع زيادة السكانية مع التغيرات المناخية يعني العالم كله يعاني من الفكر الماء الحق في الحياة الحق في التلمية يعني إحنا نكلم في حقوق بديهية بديهية مصر دي رؤية واضحة يعني هي رسالة دائما الرئيس وأكدها في كل مؤتمرات المحام. مصر دائما دولة. دولة نزيهة. دولة رشيدة. دولة مسؤولة. بمعنى تتعامل مع منطلق الأمن المائي. وقضية على سبيل سد النهضة. منطلق أن مصر دولة تلتزم بالقانون الدولي. تعترف الأسوبيا بالحق في التنمية وفي إنتاج الكهرباء. مقابل أن تعترف الأسوبيا بحق مصر في الحقوق المائية. لأن هذه مسألات حياة وجود. قالها في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبالتالي مصر مع الحوار. مع الدبلوماسية. مع الوصول للاتفاق قانوني ملزم. بشأن قواعد ملو تجريد سيد النهضة. بما يحقق مصرح جميع الأطراف. الرؤية المصرية فكرة تنموية. فكرة أن تكلفة الانقسام والصراع وعدم التوصل هي تكلفة عالية. بينما الأرباح نتيجة عن التعاون والاتفاق ملزم والاعتراف بالمصرح المتبادلة. يسيب تحقق التنمية القهرباء في مقابل الحفاظ على الحقوق الملوية المصرية. لأن هي المصر تعتمد بشكل كامل على نهر النيل. هذه فكرة واضحة. وهذا المنطقة المصر. وأنا في اعتقادي أيضا كانت رسالة واضحة أمس في الجامعة العربية للمجتمع الدولي. لأن كان حاضر الأمين العالم المتحدة. وانا كان منظمات دولية حاضرة. وهذه نقطة مهمة هي قضية في صلب أجندة السياسة الخرجاء المصري. دائما مصر لن تسمح بأي ضرر للمواطن المصري والشعب المصري فيما تعالج بالحقوق المالية. مصر توصل رسالة واضحة. دائما يعبر عنها الرئيس السيسي. أن مصر مع الدبلوماسية مع الحوار. مع القانون. مع التنمية مع الازدهار. هذا هو السبيل لتحقيق مصالح جميع الأطراف. عظيم. في موجود المنظمات الدولية زيما حضرتك ذكرته. وبشأن القضية الليبية والتدخلات في الملف الليبي. مصر موقفها واضح منذ البداية. بترفض طبعا رفض قاطع لتدخلات. وفي توافق عربي حول هذا الأمر. لأن هذا بكل تأكيد هو اللي بيعيق إجراء الانتخابات في ليبيا. نكون وقعين. الجسد العربي غير متعافي. لأن طالما استمرت الأزمات العربية في ليبيا. في اليمن. في سوريا. هناك تحديات. هذا يعني أن أعضاء الجسم العربي يازال يعاني من مشاكل وتحديات. وبالتالي المصلحة تقول لابد من أن يتعافى الجسد. هذا التعافي يعني حل الأزمات. حل القوم المصري. ولكن أيضا مهمة أيضا لأوروبا. للدول الأخرى. لأن وجود دولة ليبية قوية. مستدرات شرعية واحدة. وسلطة واحدة سيحارب الإرهاب. سيمنع الهجر غير المشروع. سيطر على الحدود. وبالتالي يمنع الارتداد السلبية كل هذا. لي على الدول الأخرى. بما فيها الدول الغير عربية. وبالتالي هنا الرسالة المصرية واضحة. أن الحل الليبي ليبي. التوافق الليبي. مصر استضافة الفرقاء الليبيين. المصاري الدستوري. خارطة الطريق واضحة. القرارات الدولية. وبالتالي هذا هو استقرار ليبيا. في نواقع مصلحة. ليس فقط مصرية وليبية. ولكن أيضا مصلحة دولية لكل دول العام. بكل تأكيد. من أشكرا لك. شكرا جزيلا. شرفتنا ونورتنا. الدكتور أحمد سيد أحمد خبير. العلاقات الدولية بالأهرام. شكرا جزيلا يا ربا.